من عنوين النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم اتفق محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمر جبر خليل مع مدير عام صحة المحافظة الدكتورة إبراهيم على وضع معالجات جذرية للوقع الصحي في قضاء بيجي وفي مقدمتها الشروع بالتخطيط لبناء مستشفى متكامل يستوعب حجم الملاجعين والتخصصات الطبية المطلوبة واستجاب المحافظ خلال زيارته لمستشفى بيجي ولقائه بملاكاتها والمواطنين بحضور مدير عام الصحة للطلبات المقدمة والتي تلبي حاجات المراجعين ومنها أجهزة غسل الكلا وسيارات إسعاف ومفراس وناظور وجهاز أشعة وسونر وأكد المحافظ أن هذه الأجهزة والمستلزمات ستساعد الملاك الطبيع على تنفيذ مهامه مضيفا ونحن مستعدون للتعاون مع دائرة الصحة للنهوض بمهامها ترجمة نانسي قنقر